تعالوا بقى نتكلم على حاجة مهمة جدا مبارح اتقال ان قلس كروش ما بيعافش يهاجم هو بيعاف يدافع بس وراء كيف الكلام ده عم أمير هنعرض لهم بقى شوية حالات أيوان النهاردة بقى معنا برضو وصار فينهم مكلفين جدا فحنشرح لهم دلع يلا ولينا طيب بص دي اللي طريقة اللي احنا لعبنا بيها مبارح ومش محتاجة شرح الناس بقت خلاص عرفها 4-3-3 بس كان عندنا مبارح 6-6 إنني وحمد فاتحي مع عمر السلية رقم 8 والثلاثة طبعا اللي قدام هنعرض للأول للناس حالات للتنظيم الدفاعي بنأكد نفس الكلام اللي قال عليه جمال وهو بيشرحه إزاي احنا كنا وقفين دفاعيا في الملعب بشكل مظبوط جدا وقدرنا ان احنا نحجم وانتخب السنغال طيب يلا بينا نعرض اول حالتين دفاعيتين عبال ما تطلع الحالتين الدفاعيتين معنا هتولنا أين جبعا طيب بص هو لحد ما نطلع تطلع الحالات فإحنا دايما كان عندنا حاجة مميزة جدا هجوميا لأن احنا بتدينا المطش ضغطين مستغلين فكرة إن احنا بنلعب على ملعبنا وفي جمهورنا فكنا بنضغط ضغط عالي بالظبط ده التنظيم الدفاعي اللي احنا كنا بنلعب به مبارح يا جمال لو انت كده حد يعني بص كده معنا عندنا الأربعة دايما موجودين بشكل مميز جدا وقفين على خط واحد في دعم دفاعي حد نقيه من حمد فاتحي ومن محمد النني اللي بيرجع بسرعة جدا أول ما منتخب السنغال يسترد الكورة طيب نشوف الحالة اللي بعدها نفس الشكل فيه اتنين دايما موجودين من ثلاث خط الوسط اللي هم غالبا بيبقوا حمد فاتحي وحمد النني الدابل سكس اللي بنأمن بهم الحتة دي علشان يزيدوا مع المدافعين في الحالات الهجومية لمنتخب السنغال نشوف الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها دي مهمة جدا ليه مهمة جدا علشان احنا في الشوت الاول اعتمدنا على عمر جابر في دور هجومي مع محمد صلاح واحنا بنلعب ضد سادي ومانيه فده برضو بيأكد الكلام اللي قاله جمال ازاي احنا منظومتنا كلها بتقدر انها تخرج افضل حاجة مننا دفعية لما كان عمر جابر بيتقدم هجوميا كان احمد فتوح دايما سابت دفعيا وبيجي واحد من خط الوسط هنا سواء انني او حمد فتحي ويغطي مكان عمر جابر لحد ما عمر جابر مايرجع فكنا بنمنع اي خطورة لسادي ومانيه في الشوت الاول طيب دي الحالات الدفاعية وخلاص الناس بقى واضحالها ازاي فعلا قلوس كيروش عمل لنا منتخب دفاعي قوي طيب نرد ازاي بقى على الناس اللي كانت بتقول ان احنا مبارح ما كناش بنهاجم وكنا بنعتمد يعني ايه على الله بص يا سيوا كله على الله طبعا طبعا شوف بقى الحالات الهجومية طيب دي فرصة لمحمد صلاح اول ما هنشوف محمد صلاح بيلعب الكرة دي على طول احنا فهمين انها بتروح للقريبة وغالبا بتروح لساديو مانيه في ليفربول والساديو مانيه بيروح قطع على القريبة صح ويروح جايبها تمام حمد صلاح فعلا لعبها على القريبة شوف بقى كم واحد جواه منطقة الجزائر الكريم دي بعده كان مصطفى محمد في الكرة دي وفعلا كان لو قطع على القريبة بالزبط بالزبط طيب حنلاقي ان فيه تلاتة من منتخب مصر جوه منطقة الجزاء وكان اقربهم مصطفى محمد اهو مصطفى محمد هو اللي ما قطعش على القريبة يبقى احنا هنا لما نيجي نقول الخلل كان في ايه الخلل كان في قلوس كيروش وفي طريقته ولا كانت هنا مشكلة ان مصطفى محمد قرار مصطفى محمد ده قرار مصطفى محمد ايه بقى الكرة اللي بعدها نفس الشكل برضو هنا عرضية بتتلعب في عندنا كام واحد جوه منطقة الجزاء تلاتة جوه منطقة الجزاء العرضية دي بتوصل على رسم الصفى محمد بيلعبها بس بيلعبها ضعيفة في ايد ادواردو مندي يبقى برضو مشكلة ايه مشكلة قرار مش مشكلة منظومة هجومية نشوف الفرصة اللي بعدها برضو نفس الشكل كرة الناحية دي من ناحية تريزي جي بس فيه برضو تلاتة جوه منطقة الجزاء على فكرة وقت هكتور كوبر كل الكرات دي كان دائما بقى فيه مهاجم واحد جوه منطقة الجزاء الزابط الله ينوح عليه هو ده بقى الاسلوب الدفاعي ده اللي نقدر نقول فيه انه فعلا كنا نعتمد على يلا نباصل محمد صلاة